اشتركوا في القناة امام العبارة الخاطئة في ميال استخدم المصريون سلاح العجلات الحربية منذ عهد الدولة القديمة العبارة دي خطأ لان هما بدأوا في الدولة الحديثة وعرفوا السلاح ده لما الهكسوس دخلوا مصر بسهولة بفضل العجلات الحربية فالعبارة دي خاطئة هنقول منذ عهد الدولة الحديثة لو طلب مننا تصحيح الخطأ اقامت حد شبسوت معبدها في الدير البحري غرب طيبة مدام قال لي غرب طيبة هي فعلا حد شبسوتها هي اللي عملت معبدها في غرب طيبة وده معبد جنائزي فلازم يكون مكانه في غرب طيبة انتصر الاعداء على تحطمس التالت في موقعة مجدو هنقول له العبارة دي غلط لان تحطمس التالت بفضل براعاته الادارية وبعد نظره السياسي عندما اتخذ الطريق الضيق واصاب جنود الاعداء بالرعب وحدثت بلبلة في صفوف الاعداء فتمكن بسهولة من الانتصار على الاعداء طبعا هو اللي كان قدامه تلات طرق طريقين واسعين وطريق ديق والطريق الديق كان بيسمح بمرور جندي جندي وعجلة عجلة من العجلات اللي هما هيستخدموها في الحرب فلما اجتمع بقواده طبعا كان بياخد رأيهم ان يسلك انه طريق من الثلاث طرق فكلهم اشعروا عليه بان هو يسلك الطريق من الطريقين الواسعين لكن هو فضل ان هو يسلك الطريق الديق لانه طبعا كان من يعني وجهة نظر ودي طبعا كانت حاجة يعني صحيحة او صائبة قال زي ما جنود يفكروا جنود الاعداء هيفكروا وفعلا الاعداء كانوا حطين حراسات وجنود وقاعدين مستنيين تحتمس التالت بجنوده والطريق الديق ما كانش فيه اي جندي من جنود الاعداء على طريق الديق فاتفاجئوا وقصبهم الزعر والفزع لما لقوا جنود تحتمس التالت جاي لهم من الطريق الديق يبا هو اللي انتصر عليهم فعشان كده العبارة دي خاطئة طيب كان اخناتون بطلا عسكريا عظيما طبعا العبارة دي خطأ لان اخناتون احنا زي ما كنا بنقول قبل كده هو اسمه اصلا امن حطب الرابع فنادى بفكرة الوحدانية يعني عبادة الاله الواحد لما لقى فيه تعدد للالهة فلما نادى بفكرة الاله الواحد او بعبادة الاله الواحد هو كان كل تفكيره منصب على عبادة الاله الجديد اتون حتى ان هو غير اسمه وسمى نفسه اخناتون يعني الجزء الاولاني من الكلمة اخن يعني المخلص لاتون المخلص لاتون واتخذ عاصمة جديدة بعد عن طيبة ما بفضلش ان هو يفضل في طيبة لان طيبة دي كانت مقر كهنة الاله امون وكانوا بيدبروا له المؤامرات ويكيدون لهم كانوا بيكرهوا اخناتون جدا فهو فضل ان هو يروح في مكان جديد وسمى اخنات اخيت اتون واخيت اخيت يعني مدينة مدينة اتون يعني مدينة لعبادة الاله اتون فحتى لما بيجينا في الامتحان سؤال يقولي بما تفسر اتخذ اخناتون عاصمة جديدة له طبعا هنقوله ليبعد عن كهنة طيبة اللي هما كهنة الاله امون موجودين في الطيبة وطبعا كانوا بيكرهوا ويدبرون له المؤامرات ويهيئ بيئة جديدة تزدار فيها عبادة الاله اتون طيب يبقى كده كان اخناتون بطلا عسكريا عظيما خطأ هقوله كان اخناتون رجلا دينيا اشتهر حور محب باصلاحاته الادارية صح ان حور محب قبل منه لما جمسك الحكم طبعا كان فيه قبل منه توتعان خاامون توتعان خاامون توفى وهو صغير وما الحيش يعمل اي عمل يذكر له ده حتى لو لا اكتشاف مقبرة الشهيرة سنة 1922 في البر الغربي بطيبة هي دي اللي عرفتنا ان كان فيه ملك اسمه توتعان خاامون وحتى بنقول احدث اكتشاف هذه المقبرة هزة كبيرة في انحاء العالم لانها كانت تحتوي على روائع فنية وكنوز اسرية لم تمسسها ايض اللصوص من قبل يعني ما كانش حد يعرف عنها اي حاجة يعني توصلنا الى المقبرة كما هي بحالتها فلما قبل منه برضو كان فيه اخناتون اللي هو امنحه بالرابع اللي هو كان كل وقته لعبادة الاله اتون وقلنا كان رجل دين فلما جاء حرمحب تولى الحكم افزعه حال الشعب وحال البلاد ففكر انه هو يعمل عمل عظيم يصلح به البلاد اداريا ويهتم بشؤونها السياسية فاول حاجة عملها اطفى على حكمي شرعية يعني ايه اطفى على حكمي شرعية يعني تزوج من الاسرة الملكة واصبح جلوسه على العرش شرعيا بمعنى انهو لما هيعمل اي حاجة الناس هتتقبلها منه لانهو ملك شرعي فعمل ايه بقى حرمحب اصدر قانون صارم يعني شديد واعلنه في المعابد الكبرى ايش معنى المعابد الكبرى المعابد الكبرى اللي هي معابد الالهة لما طبعا الناس كلها بتروح تزور المعابد الكبرى وتقدم الهدايا والقرابين للالهة فطبعا كلهم هيلفت نظرهم هذا القانون وكلهم هيقرون وحطت فيه القوانين والعقوبات اللي ممكن اي انسان يقدم على اي جريمة والعقوبة اللي هتنتظره فطبعا اي حد هيعمل عمل مخالف للقانون مش هيعلن عن نفسه لكن في سريرة نفسه هو عارف هو عايز يعمل ايه او نوى على ايه فلما هيقرى القوانين ديت والعقوبات هيتراجع عما نوى عليه فبالتالي استطاع حور محب بهذا القانون الصارم انه هو يصلح احوال البلاد اداريا ويعيد الامن لحال البلاد يبقى اشتهر حور محب باصلحاته الادارية العبارة دي صحيحة ممكن يجي لسؤال اكمل اكمل الفراغات الاتية بكلمات مناسبة انتصر رمسيس الثاني على الحيثيين في معركة قادش معركة قادش احنا كنا بنقول ان رمسيس الثاني لأعمال حربية الاعمال الحربية انه هو حدثت حروب ما بين وما بين الحيثيين استمرت لاكثر من 15 عام ولا الحيثيين انتصروا على المصرين ولا المصرين انتصروا على الحيثيين فبالتالي توصلوا الى اول معاهدة سلام في التاريخ يبقى اول معاهدة سلام في التاريخ حدثت في عهد رمسيس الثاني وان يكون فيه هدنة ما بينهم وان يلتزموا بشروط المعاهدة اللي هي كان من اهم شروطها ان لا يقوم المصريين بالاعتداء على الحيثيين وان لا يقوم الحيثيين بالاعتداء على المصريين لكن الحيثيين لم يلتزموا بشروط المعاهدة وبدأوا يثيروا الفتن في بلاد اسيا اللي هي بلاد الشام يعني الجزء اللي موجود فيه الحيثيين وبدأوا يقرروا اعتداءاتهم على المصريين فطبعا رمسيس الثاني اعد جيشا من اربع فيالق فيالق او مجموعات او كتائب وسمعهم باسماء الاليها رع وبتاح وسط وامون وحتى في المعركة اثناء المعركة في اتنين من جنود الاعداء تنكروا في ملابس الاعراب وحاولوا ان هما يفتتوا او يقسموا الجيش بتاع رمسيس الثاني بفضل خدعة عما عملوها ان هما قالوا له ان جنود الاعداء انت موجود هنا في المكان ده لكن هما موجودين في الجهة المعاكسة ليك فارسل كتيبتين او مجموعتين من مجموعات الجيش بتاعته فبالتالي طبعا احنا كلنا عارفين ان الاتحاد قوة والتفرق ضعف فطبعا لما يحارب بكاتبتين غير لما يحارب باربع كتائب وفعلا انتبه فرعون مصر في ذلك الوقت وهو رمسيس الثاني الى هذه الخدعة وبسرعة جمع الكتائب بتاعته واستطاع ان يقضي على الاعداء وينتصر عليهم وطبعا استغل انشغالهم بجمع الغنائم ده بالنسبة لانتصال رمسيس الثاني على الحيثيين في معركة قادش وده من اهم الاعمال الحربية اول عمل حربي ليه انه حدثت في عهده اول معهد سلام في التاريخ تاني حاجة انتصاره على الحيثيين في معركة قادش انتصرت مصر في اول معركة بحرية في التاريخ بقيادة الفرعون رمسيس الثالث يبقى كده عندنا اول معهد سلام في عهد رمسيس الثاني اول معركة بحرية في عهد رمسيس الثالث طيب نجح كهنة آمون في القضاء على محاولة إخناتون للدعوة للمعبود آتون فعلا يبقى لما يجينا في الامتحان اللي أنا كتباب الأحمر ده وده اللي هنكمله في الامتحان القضاء على الدعوة للمعبود آتون كهنة آمون أصلا المقار بتاعهم كان في طيبة وطبعا استطاعوا أن هم يجمعوا قوة الشعب كلها في أن هم يدعوا إلى عبادة الإله آمون وكون هو سيد الآلهة حتى بعد إخناتون لما جيه توت عنخ آمون برغم أنه يمت لسلة قرابة لإخناتون لكن هو يفضل أنه يرجع عبادة الإله آمون ويتصالح مع كهنة آمون ويرجع العلاقات الطيبة ما بينه وما بينهم فطبعا كده كهنة آمون استطاعوا أن هم يرجعوا ينادوا تاني بدعوة الإله آمون وفعلا بقى هو سيد الآلهة حفر ملوك الدولة الحديثة مقابرهم في وادي منعزل معروف اليوم باسم وادي الملوك طيب إحنا دلوقتي يا جماعة بنقول إيه؟ بنقول إحنا عندنا دلوقتي في الحياة العادية عندنا دلوقتي المقابر كلها بعيدة عن المناطق السكنية في الدولة الحديثة كل المقابر والمعابد الجنائزية موجودة في البر الغربي ونقول عليها مدينة الأموات مدينة الأموات دي موجودة في البر الغربي طبعا موجود المقابر بتاعة الملوك في وادي بعيد منعزل بين تلال الصحراء الغربية ده اسمه وادي الملوك وادي الملوك احنا هنكمل بكلمة الملوك السؤال ده ممكن يجيلي في الامتحان بصيغة تانية يقول لي اكتب ما تدل عليه العبارات الاتية هو ذلك الوادي البعيد المنعزل بين تلال الصحراء الغربية هقوله وادي الملوك طيب بنا سيتي الاول معبدا رائعا في مدينة ابيدوس معبدا رائعا في مدينة ابيدوس فيه سؤال تاني بيجيلي اللي هو رتب الاعلام التاريخية حسب اسبقية حكمهم حد شبسوت الملكة حد شبسوت حتمس التالت رمسيس التالت احمس رمسيس التاني حور محب ستي الاول واخناتون احنا لو جينا نرتب الكلام ده لازم نرتب بترتيب الاسر انا عندي الدولة الحديثة بتبدأ بالاسرة ال18 وتنتهي بالاسرة ال20 يبقى عندي ال18 وال19 وال20 همسك الاسرة ال18 الاول بس هرتب بترتيب الملوك باسبقية الحكم انا عندي الاسس الاسرة ال18 احمس عندما طرد الهكسوس من مصر وطبعا ده لما نشبت حرب الاستقلال في عهد الاسرة ال17 وحرب الاستقلال ديت كانت بقيادة امراء طيبة وكان اول ضحية من ضحية الحرب ضد الهكسوس كان هو سقن راع وكانت بتشاركوا الكفاح زوجته اياح حطب وبعد منه سقط ضحية في الحرب برضو كامس لان كانت القوة بتاعة المصريين مش معادلة او مش مساوية بالنسبة لقوة الهكسوس لان الهكسوس كانوا بيستخدموا العجلات الحربية وكانوا متحدين وتميزوا بكسرة عددهم يبقى كده عندي اول الاسرة ال18 يبقى اول حاجة احمس رقم واحد احمس جت بعد احمس الملكة حدش بسوت اللي هي عملت معبدها الجنائزي في الدير البحري وكمان المعبد ده سجلت على جدرانه احداث بعثتها السلمية التجارية الى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا وكانوا بيقال عليها ارض البخور بعد الملكة حدش بسوت جيته حتمس الثالث اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه انه هو تميز ببعض نظره السياسي وكان يعتبر من اقدر قواد مصر واعظمهم وكان بارع سياسيا كان عنده حنكة سياسية او مهارة سياسية وطبعا الراجل ده بعد ما انتصر على امراء الشام في معركة مجده خلى الامراء موجودين زي ما هما كحكام للأقاليم وده دليل على انه هو يعني بيخلي الناس اللي قدامه عندهم احساس بالمسئولية او بيديهم ثقة اكتر في انفسهم فبالتالي لازم يكونوا قد الوظيفة اللي هو اوكلها اليهم فبس طبعا هو اتفق معهم على شرط ان هما يدينوا بالولاء وطاعة لفرعون مصر حتى ابنائهم وهم صغيرين ارسلهم الى مصر علشان يتربوا في القصر الملكي حتى يشبوا يعني لما يبقوا شباب كبار على الولاء وطاعة لفرعون مصر يبقى كده احمص وبعد كده طبعا احنا كلنا عارفين ان احمص ده كل فترة حكمه قمضها في ازالة رواسب الهكسوس واستبدأ لحكام الأقاليم الاقطاعيين بحكام خاضعين للحكومة المركزية يعني عارفين ان في ناس هتحاسبهم على اي حاجة زيادة موجودة عندهم فبالتالي لما يحس ان في رقيب عليه وحد بيتابعه ومش هيقدر يستغل الاقليم اللي هو بيحكمه لمصلحته الشخصية هنيجي نلاقي ده احمص بعد منه الملكة حد شبسوت وبعد كده تحطمس التالت طيب هنشوف بعد تحطمس التالت احنا كده لو في لسه ملوك الاسرة التسعتاشر اه 18 اسفق هنلاقي بعد تحطمس التالت جي اخناتون اللي هو امن حطب الرابع اللي هو كان رجل دين ونادى بعبادة الاله اتون بعد كده اخر ملوك الاسرة التمنتاشر حور محب اللي هو اصدر قانون صارم اصلح به البلاد اداريا الاسرة التسعتاشر هنلاقي ستي الاول وبعد كده بعد ستي الاول رمسيس التالي بعد رمسيس التاني هنيجي ندخل على الاسرة العشرين ليه؟ ليه؟ لان جيه بعد رمسيس التاني ملوك ضعف وده كان من اسباب ضعف البلاد بعد رمسيس التاني يبقى ضعف البلاد بعد رمسيس التاني بسبب ضعف الملوك الذين جاءوا بعده ما عدا ابنه من فتاح طبعا ضعف الملوك سبب قوي هيجر بقى بعد منه تدخل الكهنة في شؤون الحكم اهمال شؤون البلاد النزاع بين حكام الاقاليم طبعا في العرش والاعتماد على الجنود المرتزقة طبعا اهمال الجيش على طول يعني بيجي وراء منه على طول الاعتماد على الجنود المرتزقة فبالتالي انتشرت الفوضى في البلاد وطبعا ده كان سبب رئيسي لاني بيطمع في البلاد ناس كتير قوي وكان منهم واحد رجل سوري قاعد يحكم البلاد فترة بسيطة جي بعد منه ست نخت وده اسس الاسرة العشرين وحنيجي نلاقي بعد كده في الاسرة العشرين تولى الحكم بعد ست نخت رمسيس التالت رمسيس التالت ليه اعمال عظيمة اللي هي ان هو عمل معبد جنائزي والمعبد طبعا ده في مدينة هابو وسجل على الاحداث على جدران هذا المعبد اسماء حكام او الملوك الذين سبقوا واهم اعملهم رمسيس التالت حدثت في عهده اول معركة بحرية في تاريخ البلاد اول معركة بحرية يبقى احنا كده رتبناهم بترتيب الاسرة التمنتاشر قلنا الاول احمص وبعدين حدش بسود وبعدين الملك تحتمص التالت وبعد كده اخناتون وبعد اخناتون حور محب هو لو كان موجود عندنا في الترتيب اسم توتعان خامون كنا هنحط اسمه خلاص وبعد كده حور محب اخر ملوك الاسرة التمنتاشر جي بعد كده الاسرة التسعتاشر اولها سيتي الاول وبعد كده بعد منه رمسيس التاني وطبعا حصل ضعف في حالة البلاد بعد رمسيس التالت التاني انا اسفل فسقطت الاسرة التمنتاشر التسعتاشر وبعد كده هنجي نلاقي الاسرة العشرين الاسرة العشرين طبعا مؤسسها ست نخت برضو اسمه مش موجود هنا في الترتيب بتاعنا مش ما سقلناش عليه في السؤال فهنجي نلاقي بعد منه رمسيس التالت فهنقول اخر واحد فيهم في الترتيب بتاعنا رمسيس التالت يجي يقول لي رتب لاثار التاريخية ترتيبا تاريخيا يعني الأديم الاول وبعد كده اللي بعد منه برضه هنرتب بترتيب الأسر عندي أنا في الأسرة 18 معبد الدير البحري وإحنا مغمضين هنلاقي في الترتيب أو موجود عندنا بيسألني عليه أدي أهو معبد الدير البحري ده رقم واحد في الترتيب بتاعنا طيب أنا عندي بعد كده الأسرة 18 خلاص أنا خلصت منها خلاص كتبت معبد الدير البحري بغرب تيبة للملكة حد شبسود في عندي في الأسرة 19 معبد ستي الأول لأن ستي الأول جي قبل رمسيس الثاني يبقى معبد ستي الأول بأبي دوس بعد كده عندنا معبد الرميسيوم معبد الرميسيوم ده نسبة إلى رمسيس الثاني وده كان معبد جنائزي نخلي بالنا برضه من الحتة دي معبد جنائزي في البر الغربي بطيبة وبعد كده عندنا معبد مدينة هابو وعندنا معبد معبد الرمسيوم لرمسيس الثاني هنجي نلاقي بعد كده في الترتيب معبدة أبو سيمبل لان اللي عملهم رمسيس الثاني يبقى احنا كده قلنا معبد الدير البحري في الأسرة الثمنتاشر وبعد كده بدأنا بالستي الأول المعبد الخاص بيه في مدينة أبي دوس ده رقم اثنين وبعد كده الملك اللي جي بعد منه زي الترتيب اللي احنا لسه قلناه في السؤال اللي قبل كده الملك رمسيس الثاني ليه ايه بقى اعماله معبد جنائزي اللي هو معبد الرمسيوم غرب طيبة وعمل معبدة اثنين مثنى معبدة أبو سيمبل دول معابد الآلهة معبدة أبو سيمبل معابد الآلهة يبقى الرجل ده رمسيس الثاني عمل معبدة جنائزي في البر الغرب اللي هو معبد الرمسيوم وعمل معبدين للآلهة دول معبدة أبو سيمبل المعبد الكبير فيهم سماه على اسمه والمعبد الصغير سماه على اسم أحب زوجاته إلى قلبه الملكة نفرتاري هنجي نلاقي بعد كده معبد مدينة هابو ده لرمسيس الثالث يبا احنا كده رتبناهم بترتيب الأسر وترتيب الملوك اللي هم عملوا هذه المنشآت التاريخية يجي السؤال بما تفسر نجاح الهكسوس في احتلال مصر السؤال ده يعني حلوة أو يجي بصغة تانية يقول لي دخل الهكسوس بما تفسر دخل الهكسوس مصر بسهولة أول سبب اللي كثرت عددهم واتحادهم واستخدامهم العجلات الحربية هنجي نلاقي أن المصريين في ذلك الوقت كانوا بيتميزوا بإيه النزاع بين حكام الأقاليم أو عدم اتحادهم وطبعا التفرق ده يبقى ضعف وفي عشان كده الهكسوس دخلوا مصر بسهولة طيب بما تفسر برضو نجاح أحمس الأول في طرد الهكسوس لأن احنا عندنا حرب الاستقلال ضد أمراء الهكسوس قامت بقيادة أمراء طيبة نشبت كمان بيقول لي قامت بيقول لي نشبت ليه بقى؟ لأن أحمس الأول استفاد من أقطاء أبي وأخي إزاي؟ احنا قلنا أن أول ضحية من ضحية الحرب هو سكن الرعا أي نعم هو أظهر بطولة في القضاء على بعض الفرق في الهكسوس لكن لم يتمكن من طرد الهكسوس أو القضاء عليهم نهائيا لأن برضو كانت قوته ومش على نفس كفاءة قوة الهكسوس شاركته الكفاح زوجته إياه حطب وحنيجي نلاقي بعد كده برضو في حرب الاستقلال ضحية من ضحية الحرب هو كاموس بس الفرق بين سكن الرعا وكاموس إن سكن الرعا هو أول ضحية عشان لو جالنا في الامتحان يقول لي أول ضحية من ضحية الحرب ضد الهكسوس هقول له سكن الرعا طيب حنيجي نلاقي إني أحمس لما جاه بعد سكن الرعا وكاموس عمل إيه؟ استفاد من أخطأهم كون جيش قوي واستخدم العجلات الحربية وحنيجي نلاقي بعد كده حتى حكمه بعد كده كمان استبغى بالسبغة العسكرية رغب الشباب وحبابهم في الالتحان بالجندية بمنحهم المنح والشارات الزهبية والألقاب التشريفية يبقى لأنه كون جيش قوي واستخدم العجلات الحربية انتصار تحطمس الثالث في معركة مجدو لأنه طبعا إحنا قلنا التحطمس الثالث تميز ببراعته الحربية وبعد نظره السياسي طبعا وده خلاه سلك الطريق الضيق وأصاب الأعداء بالرعب فتمكن من الانتصار عليهم بسهولة اتجاه إخناتون إلى عبادة إله واحد طبعا نقول لتعدد الآلهة هو ندى بعبادة الإله الواحد اللي هو آتون وحتى إحنا بنقول إن هو اسمه أمن حطب الرابع وسمى نفسه إخناتون يعني المخلص لآتون ضعف البلاد بعد رمسيس الثاني بنقول بسبب ضعف الملوك الذين جاءوا بعده وتنافس الحكام على العرش والنزاع بينهم وطبعا ده إدى فرصة للكهنة في إنهم يتدخلوا في شؤون الحكم تدخل الكهنة في شؤون الحكم إهمال الجيش والاعتماد على الجنود المرتزقة نتيجة بقى الأسباب اللي قدت إلى ضعف البلاد بعد رمسيس الثاني حصلت حالة فوضى إهمال في الجيش تدخل من الكهنة في شؤون الحكم الإنغمص في الطرف واللهو والاعتماد على الجنود المرتزقة كل ده طمع شعوب جزر البحر المتوسط والليبيين في إنهم يقوموا بغارات متعددة على البلاد نتيجة ذلك ممكن يجيلي في المتحان يقول لي ما نتيجة يعني الأول يقول لي بما تفسر يعني ما سبب ضعف البلاد بعد رمسيس الثاني الأسباب اللي أنا قلت عليها ضعف الملوك الذين جاءوا بعده والنزاع بين حكام الأقاليم والتنافس على الحكم تدخل الكهنة في شؤون الحكم إهمال الجيش والاعتماد على الجنود المرتزقة إيه نتيجة بقى كل ده إيه نتيجة ضعف البلاد بعد رمسيس الثاني أهو ونتيجة ذلك تعديد غرات الليبيين وشعوب جزر البحر على البلاد طيب برضو إحنا يعني لما نيجي نتكلم على الجزئية بتاعة الفصل الخامس إحنا ممكن كمان نقول في جزئية يجي يسألني عليها في الامتحان يقول لي دلل على اهتمام اهتمام الشعب بالأعياد أو كانت توجد لدى المصريين القدماء أعيادا متعددة هقول له دليل على وجود هذه الأعياد أو اهتمام المصريين القدماء بالأعياد هقول له كان في هناك أعياد دينية وطبعا وأعياد شعبية الأعياد الدينية اللي هي عيد جلوس الملك على العرش وعيد ميلاده وكمان فيه أعياد الجبانة وأعياد الإله أمون ده في ذلك الوقت فيه النوع الثاني من الأعياد اللي هي الأعياد الشعبية ودي كل الناس بتحتفل بيها لكن الأعياد الدينية دي خاصة بالملوك والأسرة الملكة أو الأسرة الحكمة الأعياد الشعبية زي عيد الربيع عيد البزور أو البزر وعيد الحصاد أعياد كتير قوي كانوا بيحتفلوا بيها المصريين دي أعياد متعددة أنواع من الأعياد برضو كانوا بيهتموا في قيام الدولة الحديثة بالألعاب الرياضية وكانوا مهتمين جدا بالصيد كان من أكثر ملوك الدولة الحديثة اهتماما بالصيد أول عم بالصيد يعني بيحبوا قوي عنده شغف بالصيد وكان بارع فيه كان أمن حطب التالب كان أمن حطب التالب يبقى كان أكثر ملوك الدولة الحديثة بارع عتم في الصيد هو أمن حطب التالب برضو فيه سؤال مهم جدا بيجيلي على الدولة الحديثة بالنسبة ليه جزئية الآثار في الحضارة يقول لي إيه تقدم الفن أو عظمة الفن وروعة العمارة عندي بالنسبة ليه اللي اتنين أنا مش بفرقهم عن بعض ليه لأنه هو بالنسبة للعمارة يعني أنه الأبنية اللي هو بيبنيها زي المعابد كل المعابد دي عليها نقوش ومنحوطة وطبعا ده تدل على عظمة الفن لما يجي يقول لي بما تفسر أو دلل على أن العمارة بلغت حد الإعجاز أيام الدولة الحديثة هقول له لأن أيام الدولة الحديثة هنلاقي أن الملوك تركوا آثار عظيمة جدا تتحدث عن عظمة القدماء المصريين في ذلك الوقت زي إيه هقول له هي بلغت حد الإعجاز يعني احنا بنقول عليها كلها معجزة لأن كانت بتضم أو بتشمل معابد جنائزية ومعابد للآلهة ومقابر ملكية بالنسبة ليه المعابد الجنائزية عندي في الأسرة الثمنتاشر معبد الملكة حد شبسوت بالدير البحري غرب طيبة وعندنا معبد الرمسيوم لرمسيس الثاني في البر الغربي وده برضو معبد جنائزي خلني بالنا أن معبد الرمسيوم لرمسيس الثاني كان في الأسرة التسعتاشر وعندنا معبد مدينة هابو في الأسرة العشرين لرمسيس الثالث المعابد الجنائزية خاصة بالملوك بيتم فيها تجهيز الملك وتحنيته وتجهيزه للدفن وإقامة الصلوات الجنائزية عليه ده بالنسبة للثلاث معابد الجنائزية ودي دليل على حد الإعجاز أو بتعتبر يعني من معجزات ذلك العصر في عندنا كمان معابد الآلهة معابد الآلهة كانوا بيزهوها كل الشعب كل الأفراد وكانوا بيقدموا الهدايا والقرابين للآلهة زي عندي في عندنا معبد ستي الأول بأبي دوس وعندنا معبد معبدة معبدة أبو سيمبل رمسيس التاني والمعبدين دول طبعا ده دليل على عظمة الفن والعمارة لأن صخرة كبيرة جدا وإنت نحتها نحت في قلب الصخر المعبدين الكبار دول ده مساحتهم كبيرة جدا 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 المعبد الكبير منهم سماع على اسمه باسم رمسيس التاني والمعبد الصغير على اسم أحب زوجاته إلى قلبه الملكة نفرتير ده بالنسبة لمعبدة أبو سيمبل ودي من معابد الألهة معابد الألهة بالمناسبة نخلي بالنا إن هي موجودة في البر الشرقي في مدينة الأحياء اللي هي ناحية شروق الشمس ده في البر الشرقي طيب عندنا معبدة أبو سيمبل وعندنا كمان حاجة عظيمة جدا مش مفروض إن إحنا ننساها معابد القرنق معابد القرنق لما يجي بيجيلي بسؤال في المتحان يقول لي إيه اكتب ما تدل علي العبارات الأتين هي أكبر دار للعبادة على وجه الأرض وعظم ما شيده الإنسان في العالم القديم يعني كل الناس من أنحاء مصر كلها كانوا بيتوجهوا إلى معابد القرنق لأنها كانت أكبر دار للعبادة على وجه الأرض بنقول عليها معابد القرنق لأنه جوه معابد القرنق دي فيه معابد كتير أو فيه معبد اللقصر معبد اللقصر من أجمل آيات الفن المعماري القديم وبيدل على يعني عظمة القدماء المصريين في الدولة الحديثة في نحت هذا المعبد وإقامته طيب ده خصصة لعبادة الإله أمون يبقى ممكن يجيلي في المتحان ساعات يقول لي اكمل من أجمل آيات الفن المعماري أو اختار من أجمل آيات الفن المعماري القديم هقول له معبد لقصر معبد لقصر ما بين معبد لقصر ومعبد القرنق طريق طويل زين على الجانبين بتماثيل لها أجسام السباع ورؤوس الكباش ده طريق الكباش ده طريق الكباش طيب هنيجي نلاقي آآ غير طريق الكباش اللي بيربط ما بين معبد القرنق معبد القرنق ومعبد لقصر هنيجي نلاقي في عندنا آآ برضو آآ من أجمل ما يدل على النحت في ذلك الوقت معبد القرنق جوا منها قلنا معبد لقصر وفي معبد للإله أمون طريق الكباش ده دليل على عظم الفن في ذلك الوقت وطبعا قدرة الكدماء المصريين على نحت هذه الأحجار وتشكيلها بهذا الشكل اللي هو رؤوس الكباش وأجسام السباع وموجودة بشكل منصق ومنظم شكل رائع جدا يعني أكثر من رائع كمان وعلشان كده كل دي بتتحط في منزلة المعجزة أو بنقول عليها من الإعجاز في ذلك الوقت طيب بنقول كمان عندنا الملك رامسيس التاني ليه طبعا حاجات كتير قوي مثلات وطبعا دي كلها بترجع لعهد الدولة الحديثة لأنه كان في الأسرة التسعة عشر رامسيس التاني فيه مثلات حتى فيه مثلة منهم موجودة في باريس وطبعا المثلة دي نفسها تدل على عظمة القدماء المصريين في ذلك الوقت لأنها حجمها كبير جدا وطويلة جدا والحق يعني القمة بتاعتها كده منصقة بشكل هندسي بارع وكمان ما نقوش على كل جدران المثلة نقوش تاريخية ترجع لذلك العصر وما قبله وطبعا دي كلها يعني تعتبر وثيقة هامة جدا لأنها بتحدثنا عن تاريخ مصر الأديم يعني تعتبر يعني من الرواعع برضو الملك رمسيس التاني ده لا يخلو مكان في مصر دون أثر له دون أثر له ليه بقى لأن رمسيس التاني كل مكان في مصر موجود لأثر وطبعا كلنا عارفين التمثال الشهير اللي تسمى ميدان رمسيس على اسمه لكن التمثال ده اتنقل إلى المتحف الكبير اللي بيتم إنشاؤه وده موجود في ميدان الرماية طيب إحنا دلوقتي تكلمنا على أعمال رمسيس التاني حتى الملك ده الواحد بيقول عليه لا يخلو مكان في مصر دون أثر له طيب برضو ليه المعبد الجنائزي اللي إحنا لسه يقالين عليه من ضمن الثلاث معابد الجنائزية ده بالنسبة للأسرة التسعة عشر طيب أنا لما أجي أتكلم على البر الغربي أنا قلت المعبد الجنائزي معبد الملك حد شبسوت من أيام الأسرة التمنتاشر معبد الرمسيوم لرمسيس التاني في الأسرة التسعة عشر معبد مدينة هابو لرمسيس التالت في الأسرة العشرين حاجة ألاقي في البر الغربي برضو حتى اللي بيروح يزور هناك الآثار في مدينة الأسر طبعا هي كلها زمان كانت اسمها طيبة العاصمة طيبة حيلاقي بيعدي بقى في البر الغربي بيزور المعابد الجنائزية وبيزور المقابر الملكية فالمقابر الملكية طبعا بتدل على عظمة الكدماء المصريين في ذلك الوقت في عندنا بنقول على الوادي دوت أو منطقة المقابر الملكية بنقول عبارة عن واجي بعيد من عزل في تلال الصحراء الغربية عندنا برضو بالنسبة للمقابر الملكية في عندنا واجي الملكات واجي الملكات عبارة عن جبانة كبيرة جدا وطبعا وطبعا عندنا من أروع هذه المقابر وأبدعها في طيبة كلها مقبرة الملكة نفرتير وعندنا برضو لو جينا نتكلم على المقابر دي بتزينها النقوش الزهية الرائعة يعني حتى متلونة كأنها لسه مرسومة النهاردة أو من فتر قريبة جدا منقولش عليها من آلاف السنين ده دليل على إبداع ورقي الفن المصري أو الفنان المصري في ذلك الوقت طيب أنا برضو زي ما اتكلمنا على وإحنا بنرجع في الفصل الخامس اتكلمنا على العمارة والنسبة للفنون في عندنا فن النقش بلغ أزهع عصوره في عهد سيتي الأول النقش على الجدران بلغ أزهع عصوره في عهد الملك سيتي الأول وعندنا راس الملكة نيفر تيتي ديت من القطع الفنية النادرة وهي موجودة الآن في متحف برلين موجودة الآن في متحف برلين دي برضو بتدل على عظمة القدماء المصريين في ذلك الوقت طيب عندنا برضو من الدليل أو من عناصر الحضارة في ذلك الوقت طبعا الحضارة يعني تقدم عندنا الأدب عندنا كان فيه الأدب متعددة زي الأدب الديني والأدب الديني كان تراتيل إخناتون والأناشيد اللي كان بينشد بيها لتمجيد الإله آتون برضو من الأدب الديني كتاب الموتى احنا قلنا إن الأدب الديني كان في الدولة القديمة كان نصوص الأهرام لأن هم دخلوا في هرم وناس آخر من الأسرة الخمسة بالمناسبة الهرم ده كان حجمه صغير جدا وضئيل لكن ظهرت أهميته الكبرى عندما دخلوا هذا الهرم واجدوا على جدران المقبرة نصوص وكتابات دينية اللي تشفع للميت في الحياة الأخرى وتدفع عنه الأذى وينال رضا الآلهة وطبعا الكتابات الدينية ديت لما لقوها جوه عبارة عن نصوص سموها نصوص الأهرام لأن هم لقوها جوه الهرم في عندنا برضو في الدولة الوسطة كان الأدب الديني كان هو نصوص التوابيت لأن هم كانوا بيكتبوا الكتابات الدينية اللي تشفع للميت في الحياة الأخرى وتدفع عنه الأذى وينال رضا ومغفرة الآلهة كانوا بيكتبوها على التوابيت فسموها نصوص التوابيت لكن جوم في الدولة الحديثة وده مهمة جدا بالنسبة لنا كانوا بيسجلوها على وراق البردي وبيلفوها ويحطوها مع الميت في التابوت فسموها كتاب الموت يبقى الأدب الديني في الدولة الحديثة هو كتاب الموت فيه عندنا كمان الأدب التهذيبي الأدب التهذيبي احنا متفقين كلنا مع بعض انه عبارة عن تعاليم ووصايا أخلاقية الهدف منها النصح والإرشاد فيه عندنا كان في الدولة القديمة نصائح أو تعاليم بتاع حطب وعندنا في الدولة الوسطى كان نصائح الملك أمن محات الأول لابنه سنسيرت الأول فيه عندنا نصائح الحكيم آني ده في الدولة الحديثة في الدولة الحديثة نصائح الحكيم آني كانت عبارة عن تعاليم تدعو إلى محبة الله و طبعا محبة الأم والحف على الزواج والإنصاط إلى الكبير والاستماع ليه واحترامه و مساعدة الفقير وتطيب خاطر الشاكي أو الباكي طيب هنيجي نلاقي فيه عندنا أدب قصصي زي ملحمة قادش والاستيلاء على يافا دي كلها عبارة عن أدب قصصي في الدولة الحديثة طيب أنهم ينتصروا على المصريين ويحتلوا مصر و يعني هما الأول كانوا بيعملوا المصريين معاملة سيئة لكن بعد كده بدأوا يحترموا الحضارة المصرية ويوجهوا اهتمامهم لعبادة الآلهة ده كانوا بيسموا نفسهم بأسماء وألقاب المصريين وبيلبسوا لبسهم لكن طبعا المصريين لم ينسوا لهم أبدا أن هما عدو وأخذ البلاد واحتلها بدون وجه حق وده في الأول كمان أن الهكسوس كانوا بيعملوا المصريين معاملة سيئة كانوا بيعملوا المصريين معاملة سيئة فطبعا علشان كده نشبت حرب الاستقلال طبعا احنا أنا بتكلم في الجزئية دي تاني كمان مرة ليه لأن أنا لازم يعني أدي للملك أحمس حقه ليه لأن هو ظهر له جهد رائع و ما بزله في سبيل القضاء على الهكسوس أول حاجة أحمس أنه كون جيش قوي والجيش طبعا ده متحد واستخدم العدلات الحربية وأسقط العاصمة أواريس لأن احنا عارفين أن الهكسوس أول ما دخلوا مصر أسسوا لهم عاصمة في شمال الدلتا وهي أواريس العاصمة كانت مركز القوة بالنسبة لهم فيها الجيش فيها السلاح فيها كل ما يهم الهكسوس فلما يسقط العاصمة الأواريس في شمال الدلتا كده هو قضع على وجود الهكسوس في مصر لكن كان الرجل شجاع وطاردهم يعني جير وراهم كده بالبلد حتى فلسطين لأنهم أصلا الهكسوس لو جينا يسألنا في الامتحان يقولنا من هم الهكسوس هقولهم قبائل الرعوية جاءت أو وفدت من فلسطين تعقبهم وتاردهم حتى بلادهم في فلسطين وحصرهم في حصن شاروهين لمدة ثلاث أعوام بعد ما قضع عليهم تماما وتأكد أن هم لا يمكن يفكروا يرجعوا يحتلوا مصر تاني أو يدخلوها فبدأ يتوجه بقى بكل مجهوده إلى البلاد إن هو أول أو بنقول تقريبا فترة حكمه كلها أمضها في إزالة رواسب الهكسوس ليه بقى لأن إحنا كلنا عارفين وكننا بنقول قبل كده إن احتلال الهكسوس لمصر كان فيه عزة للمصريين لأن هم تعلموا الدرس لم ينسوه أبدا إيه هو الدرس ده إن هم قالوا لو كان عندنا قوة عسكرية ما كانوش الهكسوس يقدروا يخش مصر بسهولة ده من أهم أسباب نجاح الهكسوس في احتلال مصر إن هم قدروا إن هم يحتلوا مصر بسهولة لما استخدموا العجلات الحربية والجيش القوي اللي هو كان كثير العدد ده سهل لهم إن هم يدخلوا مصر بسهولة فأول حاجة عملها أحمص إن هو يكون جيش قوي ده حتى بعد ما احتل بعد ما طرد الهكسوس من مصر فضل إن هو يغب في الشباب ويحببهم في الالتحاق بالجندية أتمنى من الله عز وجل إن أنا كنت قدرت أوفي الفصل الخامس معكم ونحنا نتعرض لبعض الأسئلة اللي هي مهمة جدا وإن شاء الله تجلنا في الامتحال ونقدر نجاوب عليها نلتقي على خير إن شاء الله في حلقات قادمة شكرا لكم